وما المرء إلا بإخوانه كما تقبد الكف بالمعصمي ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذمي ربما تجسد تلك الكلمات ما تشهده ساحة العربية من عودة العراق إلى حضنته وجذوره العربية بعد سنين من المساعي الإيرانية الخبيثة لسلخ العراق من هويته العربية وتحويله إلى تابع لدولة الملالي القاهرة والرياض وعمانة كانت هي الوجهات الثلاث التي اختارها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ليعلن عودة الفرع إلى الأصل جولة العبادي لم تكن بروتوكولية بل جاء الرجل ومعه مشروع ورؤية عراقية لمستقبل المنطقة تقوم على أساس التنمية وبسط الأمن بدل الخلافات والحروب وخلال لقائه القادة العرب أكد العبادي أن العراق ومن تجربته الصعبة والناجحة في تجاوز خطر الإرهاب والتقسيم ونهوضه منتصرا قويا موحدا دولة وشعبا يرى ومن دافع الشعور بالمسؤولية أن دول وشعوب المنطقة لها تحديات وأهداف مشتركة كثيرة وأن ثم تضرورة لوأد صراعة التي تشهدها تلك المنطقة وفي ترجمة سريعة لهذه الرؤية جاءت الاتفاقات تترا بين السعودية والعراق سيما فتح المنافذ الحدودية وإعادة تشغيل خطوط الطيران بين البلدين وافتتاح قنصرية للسعودية في العراق التوافق والاتفاق والتأكيد على دعم وحدة العراق وسيادته كانت هي الرسالة التي تلقاها العبادي في كل زيارته فخلال لقائه رئيس الوزراء العراقي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تساند العراق في حربه على الإرهاب وكبح جماح هذا الشر الأسود وهي ذات الرسالة التي خرجت عن العهل الأردنية الملك عبدالله الثاني تقارب وتآلف بعد سنوات من الفراق والتخالف وهو حتما ما سيزعج القابعين في قمة وطهران الذين دأبوا ولا يزالوا على قطع أوصال بلاد الرشيدة وتغيير هويته لكن يبدو أن رياح الوحدة العربية جعلت تلك الأحلام هشيما تضروغ الرياح ترجمة نانسي قنقر